اكدت سعادة السيدة فاطمة بالجعفر الصير في وزيرة السياحة ان منطقة الشرق الاوسط والخريج العربي تحديدا اصبحت تمثل وجهة لافتة وجهذبة للسياحة الدولية جاء ذلك من خلال مشاركة وزيرة السياحة في جلسة حوارية ضمن فعاليات قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية تحت شعار السفر من اجل مستقبل افضل واشارت سعادتها الى ان مملكة البحرين نجحت في تجاوز تدعيات جائحة فيروس كورونا من خلال خطة التعافي الاقتصادية التي وضعت قطاع السياحة ضمن اهم ركائزها واشددت الوزيرة على همية التاريخ الانساني والحضارة كاحد اهم عوامل الجذب السياحي مشيرة في هذا الصدد لما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ عريق واكيدة همية توفير البنية التحتية المتطورة اضافة الى التعليم والابتكار والاستثمار باعتبارها عوامل تجعل قطاع السياحة اكثر استدامة وبينت وزيرة السياحة انه في اطار الترويج السياحي لمملكة البحرين تم توقيع 87 اتفاقية مع وكلاء سفر ومكاتب سياحة في جميع انحاء العالم واطلاق حملات ترويجية في 17 دولة من بينها 9 اسواق سياحية تدخلها البحرين لاول مرة هذا واكدت الوزيرة اهتمام مملكة البحرين بتنمية قطاع السياحة ضمن سياستها لتنويع الاقتصاد نوهتا بالاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 بالشراكة مع القطاع الخاص والناقلة الوطنية طيران الخليج ترجمة نانسي قنقر